مصر وقعت اتفاقية يوم الجمعة اللي فاتت مع دولة الإمارات الشقيقة واللي معروفة بالصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير وتنمية رأس الحكمة بصراحة شديدة مشروع عراس الحكمة بيعتبر إحدى ثمار خطط التطوير والتنمية العمرانية في الدولة خلال العشر سنين اللي فات خصوصا أنه لو هنتكلم عن مشروعات البنية التحتية تحديدا طيب عشان نتكلم عن تفاصيل هذا المشروع معانا ضفنا لابنوارنا في السوديو المهندس أحمد حسن خليل وهو خبير التنمية العمرانية بشمان السبع الخير أهلا بحضرت منوارنا في السبع الخير في البداية وزي ما كانت جمانا بتتكلم إزاي انعكست مشروعات البنية التحتية اللي ده اللي اشتغلت عليها خلال الفترة اللي فاتت في هذا المشروع طيب بسم الله الرحمن الرحيم في الأول نقول رأس الحكمة فين وإيه خطط رأس الحكمة وإيه تاريخها لأن ده حاجة مهمة جدا يعني لأن ممكن يكون من ضمن تأخير التنمية في بعض المناطق فايدة النهاية تتنمى دلوقتي في ظل التنمية اللي احنا شغالين فيها أو الدولة شغالة فيها أولا رأس الحكمة هي قرية من قرى محافظة مطروح من الساحل الشمالي الغربي اللي هو من غرب اسكندرية وصولا لحدود الدولة المصرية مع ليبيا بطول 400 كيلو هي تبعد حوالي 170 كيلو في اسكندرية بطول 50 كيلو على ساحل البحر اللي بيض المتوسط وتبعد حوالي 80 كيلو عن محافظة مطروح كانت معروفة طول عمرها أن هي منطقة الصراحات للملوك والرؤساء أنشأها الملك فاروق سنة 48 أنه هو عمل فيها الصراحة للملك والأسرة والوزراء عشان المنطقة تمتاز بجو غير طبيعي وشاطئ غير موجود شاطئ رأس الحكمة أو شواطئ الساحل الشمالي هي من أميز الشواطئ اللي موجودة في العالم كله رأس الحكمة كمكان لما احنا نيجي نبص عليه هنلاقيه أنه هو يتوسط المسافة ما بين سواحل أوروبا وما بين الدول العربية كلها بالكامل احنا على مسافة أربع ساعات طيران من كل دول أوروبا ومن كل دول خليج العرب الساحل البحر اللي بيض المتوسط يمتاز أنه هو فيه 30% من سياحة السفن الكروز اللي موجودة كلها في العالم كله فده مكان عالمي حاجة تانية أنه هو في سنة 75 صدر قرار جمهوري بإخلاء المنطقة دي لاستثمرها سنة 75 لغاية احنا سنة 24 حضراتك شوف كم سنة لم يتم استثمرها ودي ممكن يكون نقطة جاذبة في الموضوع شكرا لكم